كيف أتعامل مع الشخص النرجسي؟ يعني خلاص أنا فيه شخص نرجسي موجود معي في مكان عملي في الأسرة مثلا أتعامل معاه إزاي بشكل يضمن لي أنه ما يحصلش أي صدام مع هذه الشخصية هو الحقيقة ما فيش ضمان بس موقفك فيه معاه حسب أنت فين؟ في العمل؟ هل هو زميل؟ ولا هل هو رئيس؟ ولا هل هو مرؤوس؟ القضية هنا تفرق لو هو مرؤوس ده أسهل الأحوال لأنه حيتحط له حدود معينة تخليه يلتزم بطريقة تصرف معينة لو هو زميل نفس الشيء إنما لو هو رئيس بقا هي الكارثة الأكبر يعني لو هو مديرك في العمل مثلا أو رئيسك في العمل وكان نرجسي دي طبعا مشكلة كبيرة جدا لأنه أنت مش هاب عندك الآليات لإيقافه أو تحديد نرجسيته ولكن هتحاول على الأقل أن أنت تتجنب المشاكل بتاعته اللي تضرك أو تضيئك لكن مش هتقدر توقفه الحاجة الثانية ما تشعرهش بالتميز يعني هقولك الحل الوحيد لو حاس أنك متفوق جدا متميز جدا محبوب جدا جوا مكان العمل هيكرهك جدا فحيبتدي زي ما أنا بقولك يعمل عمليتين حاجة اسمها دي مينينج وحاجة اسمها دي فاليوينج دي مينينج يعني يخلي كل ما يخصك يخلو من المينينج ما بقاش ليه معنى ودي فاليوينج اللي هو حيونقص من قمتك الحقيقية ترجمة نانسي قنقر